السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال أولى ثانوي وتانية سنوة في كل مكان أخباركم إيه؟ طبعا الفيديو اللي فات شرحت لكم تطبيق عملي خطوة بخطوة من أول ما تدخل على الموقع لحد النتيجة وكل حاجة طبعا فلو لسه ما اشتركتش معاه في القناة ياريت تشترك في زرار أحمر تحت مكتوب علي كلمة اشترك اضغط عليه وفعل الجرس وضغط لايك للفيديو أنا عاز الفيديو ده يوصل ألف لايك عشان يوصل لكل الناس تمام؟ بعد ما شرحت كل حاجة الناس قالولي اعمل فيديو تاني شرح لنا الألوان في العوامي دي فأنا عاز أقول لكم على حاجة بصوا الدائرة السودا في مستوى الطالب في الشريط لازل كامل أربع الوان تضم اللون الأزرق نبدأ الأول اللون الأزرق اللون الأزرق هو الذي يرمز إلى أن مستوى الطالب يفوق التوقعات يعني انت كده ما شاء الله معد تمام؟ اللون الأخضر يعبر أن الطالب مناسب للتوقعات اللون الأصفر للناس كتير ستألون عنه هو اللون الأصفر يرمز إلى أن الطالب أقل من التوقعات ويحتاج إلى تحسين بس انت يعتبر ان شاء الله يعتبر ناجح تمام؟ أما اللون الرمالي فيرمز إلى أن الطالب يحتاج إلى فرصة تاني يعني مش ناجح تمام؟ طيب الناس بقى اللي ما دخلتش مادة أو اتنين ممكن أصلا الموقع ما يفتحش معاك تمام؟ طيب الناس اللي ما رحتش هتلاقي الموقع ولو فتح معك هتلاقي كل الألوان أو العواميد باللون الرمادي لو أنت في لون لابيض تحت يعتبر هيكون لك دور تاني الله أعلم بقى هيبقى يمتحنوك أمتى دي كل التفاصيل عن الألوان إن شاء الله لو في أي سؤال حطه لتحت ونحاول نعمل عليه فيديو لو ينفع يعني نعمل فيديو